تدابير أمنية مكثفة تم اتخاذها بمختلف أحياء مدينة قلميم من أجل تعزيز الأمن وحفظ النظام العام وذلك بمناسبة الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة مصالح الأمن بقلميم عملت كذلك على تنصيب سدود متحركة وأخرى قضائية وإدارية مدعمة باحتياطات من فرق التدخل من أجل ضبط حركة السير والجولان وضبط الحالة الأمنية بالإضافة إلى القيام بعملية التنقيط بشكل مكثف والتحقق من هويات مستعملية الطريق هذا الصدد تم تقسيم المدينة إلى خمسة قطاعات كل قطاع تشرف عليها رتابي بالرفقة الوحدة من جموعة العناصر مدنية سواء الزي المدني أو الزي رسمي اللي تكون الدور لهم هو الصهر على استتباع بالأمن تكون تغطية شاملة للقطاع تكون جوالات مسترسلع مختلفة الأزيقاء كذلك الشوارع بالإضافة إلى النقاط الموصوفة سوداء أمنيين إذن تكون تصديل جميع مظاهر أو الجارمة مختلفة تجلية ديالع هذا وتم أيضا إعطاء تعليمات لكل فوج من الأمن للالتزام بتطبيق القانون والتعامل بحياد ودون شطط وتفادي كل ما من شأنه تعكير أجواء الاحتفال برأس السنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر